صباح الخير دكتور صباح الخير كيفك؟ يعطيك العافية بدي أقول أنه حضرتك أخصائي بالأمراض الجسومية اليوم بروفيسور هيك بدأ نحكي عن موضوع كورونا وين صرنا فيها؟ أوميكرون وين صرنا فيها؟ من يومين سمعنا وزير الصحة عم بيقول أنه يفترض أنه بالأيام القليلة المقبلة نبلش هيك نشهد نوع من انخفاض بأعداد الإصابات البدي أستفسر هيك أول شي منك نحن هل وصلنا لشرفنا خليني أقول على نهاية كورونا نحن بأي مرحلة هلأ لأين وصلين بهذا الفيروس؟ وهل يعني أي متى فينا نتخلص أو معقول نحن بالصيف الجاي نبلش نقدر نقضي صيفية بلا ماسكات عايشين حياة كتير طبيعية؟ في كتير أسئلة خليني أبلش هيك أول شي نحن اليوم بلبنان كيف هيك أنت شايف وضعنا بشكل عام؟ لك سراحة أحب أحكي عن خبرة الشخصية أموها وأكيد الأشياء اللي نصير بلبنان فيك أن تشوفها سوشيل ميدا، تلفزيون، أخبار، راديو هلأ البلد الحالي بلبنان لأنه كتير بعده يعني الحالات عدد الحالات كتير عم بيكون مرتفعة كل يوم أكتر من يوم وصراحة الأرقام اللي هم تشوفوها هي أرقام يعني تقريبية مثلا يسبب أنه في حدام بالبيت طلع كورونا كورونا كوفيد بوزيتف وعمل التست طلع بوزيتف تالي الأشخاص معه بالعائلة ما بيعملوا التست يمكن يكون في معه أربعة، اثنين، ثلاثة لأنه الحقيقة هي أنه الأرقام نعم نشوفها بشية مزبوط الأرقام فيك تضربها بثلاثة، بأربعة، يمكن بخمسة واللي شاهدنا عم نشاهده السنة مزبوط أنه الحالات الصعبة أقل من هذه السنة بس العدد لإصابات كتير من السنة الماضية نعم بس احنا ما فينا نقول نطمم بالنا نقول لأ يعني حالات منها صعبة حاصلنا كورونا إنه ما حاصلنا شيء تطبع عم بتشوف عدد الوفيات عم يكون خمستاش، تساتاش، تلاتاتاش كل يوم إنها متصلة على الأربعمائة وفيات الشهر عدد الوفيات أربعمائة كتير أكثر من انفجار بيروت يعني صراحة المرفع يعني ما هذا الشيء مش تازم نستهتر فيه صحيح دكتور هيك السؤال صغير يعني اليوم وتعني عم نحكي نحنا عن الإصابات صرنا دايما عم نحكي أوميكرون دلتا صارت ورانا خلاص نحنا بس عم نحكي أوميكرون ما فيه لكن صراحة يعني محقوطين دلتا وكورونا في عنا دلتا وعنا كورونا قلع بيدي لأنه ما فيني جاوبات لأنه هيدا بدينا نعمل دراسات على عاصل صعيد كبير ده يعني من حلل حمض النووي طبعا الفيروس طبعا كان أوميكرون يما دلتا بس هيدا الشيء يعني فكتها تبري أنه عادة كانت ألفا اجدت دلتا دلتا محلة محل الألفا هلأ اجدت الأوميكرون أوميكرون عم بتحل محل الدلتا بس بعد فيه عنا حلية دلتا وحلتين حلية أوميكرون عم نعرفها من خلال العوارد يعني عم نقدر انه هيدا دلتا وهيدا أوميكرون دكتور يكي سؤال صغير بس هيكي عبالي استوضح أنا منه نحنا اعتبر أخدنا الفاكسان جرعتين أو ثلاث جرعات وفي ناس أخدوا أربعة كمانة اليوم يعني بهيدا الفيروس نحنا نوع منواجهها اليوم نحنا إذا هلأ بلشت تخف الأرقام أول شغل أي متى مع أول نرجع نعيش حياة شبه طبيعية وهل نحنا لازم كل سنة يعني نحنا سنة الجاي بشباط المقبل لازم نرجع ناخد فاكسان من أول وجديد أو لا مثل فاكسان الرشح يعني ولا لا هيدا كله هيدا نظرية صراحة نطع في نحن بالكورونا نتعلم كل يوم بيومه نعم نحكي هديك السنة بتغير عن السنة هديك السنة غير السنة يعني في الدقيقة نكون عنا أفكار نجح نغير رأينا أفضل بالكورونا نعمل ججمان هنا في شي سيناريو نحنا فينا تخيل سيناريو نحنا ممكن اغير شي لو ميكروانسي مثل يعني بشي موسمة وفي لوكاحي مثل لوكاح كل سنة بيكون غير السنة الماضية يعني بيشوفوا أي واحد يعمل يعمل السيركلات وعساسوا بيعملوا بفبركوا لوكاح جديد يعني ممكن نحنا نصع على المرحلة أنه نحنا كل سنة أو كل ستة أشهر لازم نعمل لوكاح للكورونا حسب المتحور الموجود لأنه الشركات يصنعوا كميات كبيرة وبالسرعة لوكاح أدبتي يعني بيتماشى مع المتحور الجديد يعني هيدا سيناريو تب دكتور اليوم يعني هودا نوع من الفيروس إذا بدنا نحنا هلأ اعتبر أنه متل ما عم تقول ممكن يستمر ولكن ياخد أشكال تانية بتاخد وقت بس نحنا هل فينا مثلا يعني بالفترة المقبلة يتاخد قرار حول العالم كنت عم بقرة هيك شي بس ما أنه كتير دقيق أنه ببريطانيا قالوا أنه بعد كم بعد وقت قصير رح يستغنوا عن الماسك وما بقى في هذه قصة ووركينج فرام هوم يعني لأنه رح يعتبروا أنه اليوم هيدا الفيروس صارت شي يجب التعايش معه يعني إلى حين التخلص منه نحنا يعني هل معقول نوصل لمحال نشيل الماسك وقدي عادة هدا النوع من الفيروس بياخد وقت بشكل عام بعرف أنه مثلا قلت حضرتك عم نتعلم كل يوم بيومه حول هيدا الفيروس بس متى معقول يصير هيدا الفيروس شي مثل أي شي تاني ما نعيشه كل يوم مثل رشح مثل غريب مثل أي شي تاني صراحة ما فيش أكيد أنه حسر أنه تحور مثل متحور الدلتا أو الألفا نعم إزاي تحورات يعني ناعمة شوية ألطف حتى في الأوميكرون نحن متضطر أنه يكون فعلا متحور ألطف الأوميكرون مزبوط أنه هو أقل خطر وأقل مضاعفات من الدلتا بسبعين بالمئة بسبش مئة بالمئة عندك ثلاثين بالمئة بعد أنه مضاعفات حالات وفاة حالات عناية ثاقة متى ما نشوفها المستشفيات برية عالمياً كمانا كمان بلبنان عم تكون أنه أسرة تقريباً مليان تقريباً ما في للك مئة بالمئة يعني بعده أنه الوضع منه كتير مريح لحد هلأ ما فينا لا نتفاعل ولا نتشاهم الوقت رح يجورنا نعم دكتور يعني اليوم الشخص اللي أصيب مرة بكورونا هل هي قاعدة أنه اليوم المرة الثانية أو الثالثة بيكونوا أخف؟ ولا لا مش بالضرورة فيها تكون مرة إصابة خفيفة ونرجع حتى لو أخدين يعني أصبنا أول مرة ترجع تكون بالمرة تاية تكون هيك آسية أو صعبة علينا لكن في أشخاص شفناهم لعطوا كورونا قبل مرة ونصروا شيء ثانية مرة توفوا أوفطوا على عناية الفيئة نعم لذلك أنه كمان هيدا عم أحكيك أنه كادي مكملنا القاعدة بس عنا نشوف هكي حالات يعني لأنه محد ما يتطمن حابة لأنه لعطة كورونا إذا لعطت مرة ثانية تكونها خفلة لأنه عنا حالات أبداً كلياً مختلفة نعم دكتور اليوم كان عم ينحكى كمان أنه بيفترض بناسين كنت عم بقى رأيك أنه في إحدى الشركات بتنزل الفاكسين لأوميكرون هل هيدا الشي بيعني أنه نحنا يعني عم نرجع عم بلش من السفر يعني الفاكسين اللي أخدناه هون قبل ما بيتسجلوا بدنا ناخد جرعة إضافية لأوميكرون ولا لأ اللي أخد جرعتين مع جرعة معززة يكفي لهيدا الوقت نعم ننسى الماضي وننسى كل شيء أخدناه جرعة جديدة لأوميكرون لأنه لاحظنا أنه في كتير مرة دعملت لأتوا أوميكرون واللي عملوا 3 لأتوا أوميكرون أنا عندي مرضة كتير ثلاثة لقاحات ولأتوا الأوميكرون بس إنه صراحة لاحظنا نعمل ثلاث لقاحات عم تجيون أخاف نعملين 2 لقاحات يعني هيدا يعني هيدا اللي لاحظنا وهيدا كمان في دراسة بيانت هالشي إنه الدراسة بالمختبر أخدوا البلاسما طبع المرضى لأتوا ثلاث مرات لقاح طولها بيأطر الفيروس أكتر يعني بيعمل مرتين نقاح الدكتور اليوم إذا بنحكي هيك اللي نحن الأبي ما وصل مدارس والولاد عم يروحوا ويرجعوا على البيت هل الإصابات بين الأطفال بعدها كمان أعدادها عم تسجل كتير كبيرة والسؤال تاني اليوم يعني العوارد اللي يشعر فيها الأدولت هل هي نفسها زيتها بتنطبق على الولد ولا بتاخد غير شكل وجع بطن دياري كتير عم نشوف لأنه هيك أشياء بس عم بصير في لغط يعني ما عم نقدر نميز البرد من الأوميكرون من الجريب من الرشح كيف فينا هيك نشخص أكتر الوضع يعني الآن حالياً لازم نعتبر كل المريض رشح قرب نعتبر أنه تسعين بالمئة هو ما هو الوميكرون أو ما هو الدلتا ما هو الCOVID-19 يعني في عنا مش قلنين بها للعالم ومش بكتير كبير وحايت عم تساهم بهنتشارة البروس بيعتبروا زي ما عندهم 12 عارض مع بعضهم أنهم ما معهم الكورونا نحنا الكورونا ما تعطي عارض واحد نعم ما هو تعمل بس نشح أو وجه عز العين أو حرارة أو سعلة بش ضرور كلهم مع بعضهم بش ضرور تروح هي ست الشام والطعمة بالأوميكرون ما بتروح هي ست الشام الطعمة إجمالاً يعني عندنا هاي المشكلة أنا عم شوف مرضا عم بكافوا حيطهم طبيعية لأنهم مرشحين ومقالبي ينطبوا هيدا رشح عادة هيدا سابقتها وبرجبوا ليها وشربها أسامة غريبة صحيح أنا شتتها يعني أنا أنه من هيك أنا عندي عوارض غريبة بش بشتكر إنه كنتش معادة على كورونا بكافوا حيطهم طبيعية وبينشروا الفيروس يعني هيدا عم بتصير فبالنسبة للعوارض بين الأطفال والكبار قلتلك ما فينا نعتبر إنه في أه قدة عوارض في ولد في ولد بيعمل بس ديارة إنه بيعمل بس حرارة في الناس الكبار بيعملوا ساعة لبس عن الحل إنه عارض واحد كيفي عارض واحد كيفي خلدينا نقول إنه هيدا المريض الأرجح عنده كورونا ومنعمل بي سي آر وفي شكل كمان ألاحظناها لأنه مع الأوميكرون الأرجح إنه بي سي آر ممكن ممكن آآ بيطلع نيجاتيب في تلاتين بالمئة من الحلال ومن هيك عم نطلب بالوقت نحن نقول إنه شك كتير قوي إنه واحد يعمل بالأنف وبالحنجرة سوابس طبعا البي سي آر أوكي ومنقول كمان وقتا بنكون في بالبيت شخص معه كورونا معه بي سي آر بوزيتيف والأشخاص بي معهم عارض بيش دروري يعملوا بي سي آر بيش بس بيش دروري يعملوا بي سي آر بيش دروري يعملوا بي سي آر إذا عنده ناوردة تبرو حالهم معه الكورونا كمسر عنه هالمشكلة بيكون مسلا بالبيت حدا عنده كورونا هو بيرشح وبيقرب بيعول بي سي آر بليك ما بنشي بروح بيختلط مع العلوم بيعدي العالم صراحة شي كتير مريد يعني أصلا تقول اليوم إنه اليوم بيحبوا كتير تفاصيل مملة بس بليس إذا بنركز على الشغل إنه حال العارض إذا موحد يحجروا حالو سبب ما معه كورونا ما معه رشح ما معه غريب بيش دروري يعدي غيره صحيح هو معقد من الكورونا أوكي فهمنا ما معدين الكورونا ما معي كورونا من المصيبين ما يكون معه يكون معه كورونا طب إنه إذا ما معه رشح عهو غريب بليس إنه نطبه كمانا بسهو ماسك ما تخطبته مع العالم صحيحين متل عم تقول دكتور إنه اليوم نحنا بالأول يعني أول شي كنا كتير ناخد احتياطات نكفوف وماسك وتعيم أصلا استغنيتنا عن أكتر من تسعين بالمية من هيدا التجهيزات خليني سميها وكمانا بالمقابل يعني متل عم تقول حضرتك اليوم إنه اليوم تلتقى بشخص كنت بسكية طلعت على الجبل كنت على التلج أخذ برد بس منقول بس زلعيمة عم يجعوني أو نصير نحلل نحنا ونعمل أطبة ونوصف لحالنا أنه لأما هي راني نوز أنا ما عندي أنا بس زلعيمة عم يجعوني منيح أنه اليوم وضحنا للناس مرة جديدة أنه اليوم ولو عارض واحد قد يكون أوميكرون أو كوفيد 19 يعني مش بالضرورة يكون حاملين عشرين عارض نحس حالنا نحنا عن جد غير أنه اليوم كمانا الطريقة اللي بنعمل فيها فحص البي سي آر كمانا هي كتير مهمة لحتتتبين أكتر بالظبط إذا نحنا عم نعاني من هذا الفيروس أو لا دكتور هيك يعني بختم أسئلتنا بالمرحلة المقبلة نحنا يعني هلأ هادي الوايف اللي كان عم ينحكي عنا صرنا بآخرة أو لا دكت قد ما صار عدد الإصابات كثير ما بارف أنه صراحة تقريبا ما بعرف حدا لما لقات الكوفيد 19 هالفترة يعني تبري ستين سبين مية من العالم ممكن لقاتوا الكوفيد بطريقة مباشرة أو المباشرة لو ما عملوا البي سي آر عملوا راشة عملوا قريب من وجهة ما عملوا البي سي آر بتادي أنه يعني صراحة مفروض الموجة إذا بتقريبا أن تحليلات الشخصية نصير متطلع غلط ما بعرف يعني أبو الشهر تقريبا مفروض لأنه هيدا الموجة تبعا أوميكروم مع الكوفيد تكون تقريبا نخفض كثير لأنه عدد الإصابات الكثير كثير أول مينع منصاب يعني يعني أنا عم بحكي أنه بالطريقة تحليلية نعم دكتور بس هيك سؤالين كثير سريعين بي بدي هيك أرجع استفسر منهم عنك أول شغلة اليوم هل ينصح بأنه الولد اللي عمره تحت 12 سنة صار أنه ياخد فاكسان يقلوا عليه أبي اليوم هيدا الأخبار اللي بنسمعها أنه اليوم كل الناس اللي بيصير معهم آآ كوفيد 19 أو بياخدوا الفاكسان بيصير في عنده نوع من الخرف آآ بينسوا بيصير في أشياء أمراض مزمنة بترجع بتطور حوالي ومع الوقت أدي هيدا الشي دقيق أكدت أجيوه أول قصة أنه لقاح بين خمسة واثناشر سنة اللي جاء سمحوا فيه بلبنان بوزارة الصحة نعم بس اليوم هيك بعدش كتير خوف وتردد عند الأهل صح؟ أكيد بديوا يخايفون أنه هذا باكسان جديد وقاح جديد وولاد صغار بس أنه ليش أخدوا هالقرار عالمياً؟ لأنه لاحظوا أنه الأطفال المننوا مطعمين لو تبشوا مثلاً أول شيء من 12 وبالطالع لاحظوا أنه حالات تحت 12 سنة كانوا كتار وفي منهم فيتوا على المستشفى العناية الفاقة أو كيفي بعض الوفية يقولوا لأ لكن هاضي اللي لازم حرام إنه ليش نحرم إن احنا من الباكسان؟ خاين بلش بين الخمسة واثناش بين الخمسة واثناش وقت عامونه لوكاح بأمريكا وبأوروبا بيّن إنه حالات الاستشفى والحالات الصعوبة في هذا الفئة من العمر كانت أقلب كتير بس لقاحونه كمان دراسة جديدة بأمريكا بيّنت إنه كل اللي أمنوا تحت الخمسة سنين هلأ حالياً بشكلهم يعني فئة الأطفال تحت الخمسة سنين في كتير عم بيفوتوا على المستشفى في كتير عم بيكون آآ بدنوا حالات صعبة ممكن عن حالات صعبة لأنه ملنوا ملقاحين يعني لوكاحة الأطفال بيحملهم من حالات الصعبة كمانا هيدا الشيء أكيد آآ تاني سؤال إنه لأ هيدا المؤامرة داخلك الفاكسان يعني هيدا ما راح نخلص إنا عبداً في كتير انتي واكس بفهمهم في كتير ما عملوا باكسان بس أنا بحب إنه هيك أنا بصير عم حكم مرضى كورونا بس بحب إنه إنه مرضى المهم عندنه باكسان إدا تعذبه صراحة إن حسب أنا عم حكم يعني آآ مرضى كورونا هلأ عم بيكونوا تمانية بالمية اللي حالاتهم صعبة بدنوا أكسجين بالبيت بدنوا مستشفى أو بيجوا على الايادة بالكورونا عم بيكون إنه صراحة تمانية بالمية منهم ملقاحين اللقاح اللي آآ عم ناخده هو اللقاح إنه بيولوجيا مدروس كتير ما في مواد سامة ما في مواد غريبة والفبركة طبعه كتير هاينا عشان بفبركه يعني شيء كتير صعوب يعني يعني بيشيء إنه شيء موجود بالكونسيطيون طبعيك يعني ما إنه شيء صعوب صراحة أنا أقول إنه لا ما فيه آآ مشاكل باللقاح يتلقح ودجاء إنه في كتير من الشعب اللبناني يتلقح الأنين وفيه ناس كتير صراحة من فتحين على اللقاح ونحنا الشيء هذا مبسط فيه بلبنان كاملة دكتور آآ اليوم إذا أنا لو أنا أصبت بكورونا وقعدت جماعتين خليني أول حجر بالبيت ورجعت صرت نيجاتيف هل هيدا الشيء يعني إنه أنا فيني أمشي بلا ماسك أو عيش حياة طبيعية على الأقل ولأدي وقت تعاليك لا لا ليش لأنه إذا أنت اختلطت إذا أنت اختلطت مع شخص مانقوبة ما رح أصبك شيء بس معقول أنت أنت تحمل الفيروس بدون عوارضة فالفيروس تنقليه لشخص تاني يعني عنده حالة صعبة معه ضغط معه سكة ليه معه نصاحة بالقلب يعني تروح تهديد كيف لو عمله وقاعد كمان هو هيدا لو قاعدت معرفنا هلأ منه كافي لذلك لا نبضلنا ننتبه لأولا 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 لكوفيد 19 من البص ماسكيات تباعد اجتماعي لأنه ممكن الفيروس نحن نحمله بدون عوارض ننقل لأشخاص تانيين نعم دكتور بروفيسور جورج خليل أنا بدي أتشكرك يعني على هالمعلومات اليوم طبعا هذا الموضوع هو أسبوعي لألنا بس لأنه الفيروس عم يتطور ونحن لازم كمان نلحق هذا تطور ولنعرف كيف لازم نتصرف وكيف لازم نتعاطى وما نستلشق بالأمور ومتل ما أشرت هلأ حضرتك أنه ما نجي نحن نعمل حالنا أطبا ونبلش هيك نوصف أو نعتبر أنه اليوم عارض واحد بيعني هيك وما بيعني هيك بدأت شكرا كتير أنا على مشاركتك معنا اليوم بصباح اليوم أكيد منلتقى بحلقات تانية